بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم. انا نور ودي قناتي. واتمنى لعجبتكم وصفة النهاردة. متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. وتفعلوا الجرس عشان يوصليكم كل جديد من وصفاتي. وصفة دي النهاردة هتكون اقوى وافضل وصفة لترتيب الشعر الجاف والخشن والهيش. مهما كان شعرك بقى جاف او خشن او مجعد. الوصفة دي هتخلي شعرك زي الحرير. كل مكوناتها طبعية وفعالة جدا. كمان هتغز الشعر وتقويه من الجزور. يعني هتكون ترتيب وتنعيم وكمان تغزية وتقوية للشعر. بيبتدي بانشوف التريقة والمكونات. احتاج لربع كوباية من زيت الزتون. ويفضل ان هو يكون زيت الزتون البكري لان ده بيكون مفيد جدا للبشرة وكمان للشعر. زيت الزتون بيعمل على تقوية الشعر وبيحفز نموه. وبيمنع تساقط الشعر وبيعالج تقصف الشعر. كمان بيخفف الهاشان وبيكسف الشعر جدا وبيرطبه. هجيب بقى كده الطبقة وبرتدي باضافة ربع كوباية زيت الزتون. بسم الله. هحتاج لربع كوباية من المايونيز. والمايونيز ده من الحاجات المفيدة جدا للشعر. بيزود نموه الشعر وبيقويه. وبيعمل كبالسة من الشعر لانه بيكون مرتب هيل. وبيعالج قشرة الراس. من افضل الحاجات اللي ممكن تستخدمها لترتيب الشعر الجاف والهاش هيكون المايونيز. ولو مش متوفر بقى عندك المايونيز تقدر تستخدم الاكياس دي مش بتكون غالية خالصة. حوالي خمس او ستة اكياس هيعملوا معاك ربع كوباية. وهتكون بقى قل تكلفة. هضيف بقى المكونة التانية وهي ربع كوباية كده من المايونيز. هحتاج لحبة من البيض. والبيض ده من الحاجات برضو المفيدة جدا للشعر. لانه بيكون غني بالبروتين اللي بيغز الشعر وبيجد النموه. كمان بيمنحه مظهر صحي جدا. وبيكون فعال بقى في انه بيمنح الشعر لماعان ونعومة. وبيكون من الحاجات الهيلة في ترتيب الشعر. هو ان هو بيغز الشعر جدا. اخلط بقى دلوقتي حبة البيض. اخلط بقى دلوقتي كل المكونات دي مع بعض بقى ستندمك كواس جدا. لازم بقى اخلطها لمدة كافية لغاية ما تبقى خلطت متجانسة. بفضل كمان اللي وخلطتها بالمضرب اليدوي. ده يسهل خلط المكونات كويس جدا. نخلطها بقى كويس. هنزوريكم بس الشكل المكونات بعد ما خلطتها لمدة دقيقة واحدة بس. شايفين قوما بيبتلي هذا مسك ازاي? هتبضل برضو تخلط فيها كتا لغاية ما تبقى نعمة جدا. شايفين قوما بيتغير? ده بيكون بقى شكل المكونات بعد ما خلطتها كويس جدا. شايفين بقى قوما? بخلطتها لمدة دقيقتين لغاية ما تبقى نعمة بالشكل ده. مو المكونات يعني بتتخلط بسرعة كتا? انا مش بتاخد وقت. اهم حاجة ان انت تخلطيها لغاية ما تبقى متجنسة ونعمة بالشكل ده. بكده خلاص الوصفة بتكون جاهز. شايفين بقى قومها? نتيجتها هاي. ده بيكون بقى الشكل ينال الوصفة وكده خلاص الوصفة بتكون جاهزة للاستخدام. يفضل بقى ان انا استخدم الوصفة دي على طول بعد ما بجهزها يعني ما يفضلش خلاص ان انا احتفظ بها في التلاجة. عشان احافظ على فعالية المكونات. كمان الكمية دي بتكفل الاستخدام مرة واحدة فانا بعمل الكمية قد دي وبعد كده بجددها تاني ده بيكون افضل. يعني كل مرة بعمل المكونات من اول وجه. الكمية دي بقى بتكفل شعر يكون متوسط الطول لكن لو شعرك بقى طويل هتضع في كل المكونات بنفس الكميات. نيجي بقى لطريقة استخدام الوصفة. عشان تاخدي بقى افضل نتيجة من الوصفة دي وشعرك يستفيد كواس جدا بكل مكوناتها. لازم اخذر الشعر في الاول كويس. عشان اضمن ان الشعر يبقى نظيفه يكون خالي من اي زيوت او كريمات. وبالتالي هيستفيد كواس جدا بمكونات الخلطة. بعد كده هتنشف الشعر بس هتسيبيه مبلل شوية انا مش بتنشفيه كواس جدا. والشعر بقى بيكون مبلل بسيط كده بتاخدي بقى من الخلطة دي وبتغطي بيها كامل الشعر. بداية من الجزور لغاية الاطراف. وممكن كمان تمشط الشعر بمشته واسعة عشان تتأكد ان الخلطة دي تدخلت تماما في كامل الشعر. وبتدليك كمان فروة الراس بالخلطة دي لمدة دي او دي اتين. بعد كده بقى بتلف الشعر وبتغطيه في كس بلاستيك او بلاستيك غزائي. وبتسيبيه بقى متغطي كده لمدة ساعة او ساعتين. حتى ممكن تسيبيه لغاية تلات ساعات. وبعد كده تغسل الشعر بقى في الاول بالمية الدافية لغاية ما تتخلصي تماما من الخلطة دي من على الشعر. وبعد كده تغسليه عادي بتوريتك العادية بالشامبو. لو لاحظت بقى ان في اي ريحة للبيت في الشعر هتكون يعني ريحة غير مستحبة بالنسبالك. هتجيبي بقى في الشاطفة الاخيرة للشعر بعد ما بتغسليه بالشامبو. هتجيبي شوية من المية وتضيف عليهم علاقتين من بن القهوة العادي. البن القهوة العربية. وتقليبها كويس جدا في المية لغاية ما يدوب في المية. وبعد كده تشتفي بها الشعر بقى الشاطفة الاخيرة. القهوة دي هتخلصك تماما من اي ريحة غير مستحبة في الشعر. وفي نفس الوقت برضو بتغسل الشعر وبتديله لمعان ونعومة هايلة. هتدومي بقى لستخدام الخلطة دي للشعر مرة واحدة بس في الأسبوع بنفس الطريقة دي هتكون كافية جدا. مرة واحدة بس في الأسبوع هتدومي عليها هتديك نتائج اكتر من هايلة. الوصفة دي ان شاء الله من اول استخدام هتلاحظة انها بترطب الشعر جدا. ومهما كان بقى شعر الجاف او خشن او مجعد هيبقى زي الحرير بازن اللامع مدومة استخدامها. كمان الوصفة دي مش بس بترطب الشعر وبتنعمه. هي كمان بتديره لمعان هايل. وكمان بتقوي جزور الشعر فكمان هتغز الشعر وتمنع تساقطه. وبتعمل على تكسيف الشعر وقتلته. لان المكونات اللي احمد افناها كلها بتكون مفيدة جدا للشعر. يعني مش بس ترطيب وتنعيم كمان تغزية وتقوية. وتقدري طبعا تستخدم الوصفة دي برضو لترطيب شعر الاطفال مهما كان جاف او خشن او هيش. الوصفة دي كل مكوناتها بتكون طبيعية وامنة جدا في الاستخدام. وهترطب شعر الاطفال جدا وبشكل امن. وفي نفس الوقت هتديك نتيجة اكتر من هيلة. بطريقة طبعية وامنة جدا في الاستخدام. الوصفة دي بتعتبر بديل الكيراتين. وتعتبر من افضل واروح الوصفات الطبعية اللي ممكن تستخدمها لترطيب الشعر الجاف والخشن والهيش. كمان بتنعم جدا الشعر المجعد. وامنة جدا في الاستخدام للكبار وكمان للصغيرين. واتمنى طبعا ان تكون وصفتي النهاردة عجبتكم. لو عجبتكم تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. وتفعلوا الجرس عشان يوصليكم كل جديد من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.